اليوم وبصورة مفاجئة ساعة تسعة الصباح بوزارة المال بيوصل ايميل من شركة الفرس ان مارسل اللي كانت مكلفة بالقيام بالتدقيق الجنائي على مصرف لبنان تحديدا وهون اعادة تسكير التدقيق الجنائي منه تدقيق محاسبة مش بس بيطلعوا بارقام المصرف اذا معد بصورة صحيحة ولكن بيطلعوا اذا بعمليات المصرف فيه اي شبهات فساد اما جرائم جنائية بين المزدوجان تستدعي انه واحد يوقف اشخاص بتهمة مخالفة الانون اما قيام باختلاسات اما امور من هالنوع اذا اليوم الشركة بلغت الدولة بصورة مفاجئة انه هي بدأ توقف العمل بالعقد صحبة الشركة هلأ ليش هذا الشيء عم بقول مفاجئ لان ما نتذكر انه من اسبوعان مش من كتير زمان من اسبوعان اجوا ممثلي الشركة على لبنان اجتمعوا مع رئيس الجمهورية ومع وزراء وعملوا جولة بالبلد وتم الاتفاق معهم وقبلوا بهذا الاتفاق على تمديد مهلة عملهم ثلاثة شهر اضافيين ليش كرمالتا يقدروا يستحصلوا على المعلومات اللي مصرف لبنان رفض يزودهم فيها وفينا نرجع حطيتها بفيديو سابق وبركب حطها بالدسكريبشن للا بدوا يشوف شو المستندات اللي طلبوها من مصرف لبنان ايهن رد عليهم وايهن ما رد عليهم وتقريبا هو خمسين بالمية من المعلومات الطالبينة ما رد عليها بأعذار تقارب انه فيه امور خاصة بالسرية المصرفية بوقت هني قالوا له انه نحنا ما بدنا اسامل حاملية الحسابات نحنا فيها نكتفي بارقام تعطينا اياها منهم ما نعرف بس ما نشوف حركة الحسابات كمان رفض هو بحجة المادة مية وواحدة وخمسين من قنون النقد والتسليف اللي بتحكم عمل مصرف لبنان اللي بتقول انه كل موظف شغل اي منصب بالمصرف المصرف خلال وجوده بالمصرف المركزي ولا حتى من بعد خروجه من وظيفته بيحفظ سر المهنة يعني ما حصل داخل المصرف المركزي حتى بعد خروجه من المصرف المركزي هلا اولا لاش هاي دي الحجة جواهي لانه اولا بموضوع السرية المصرفية هني قالوا له انه ما بدنا الازامة بس نطلع بس على حركة الحسابات ثانيا الاهم بالموضوع مادة مية وخمسين فيها تزرع فيها لانه هي مادة فطفاضة عم تحفظ انت اسرار عملك داخل مصرف لبنان ولكن هل يعقل ان تطبق هاي دي المادة انه موظف المصرف لبنان بيحفظ سر شو عم يعمل داخل المصرف عن الدولة اللي هي بانون الدولة هو هالمصرف المركزي ان وجد اصلا انه شهو شركة خاصة عم يشتغل اوفشور هو مؤسسة عامة مستقلة عندها استقلاليتها ولكن تخضع لقوانين الدولة هاي دي الدولة اللي انت حامل جزء من حساباتها وانت مكلف بانون تحفظ النقد وتحافظ على اوضاع المصارف انطلاقة من المصلحة العامة مش تتربح المصارف مش شغلته يحفظ سرة سرة عملياته تجاه شركة مكلفة من الحكومة الليبنانية تجي دا اقله بحساباته اوكي حالا ليش مستغل ببعض اكتر شوية تفاصيل عن العقد هذا العقد قيمته المجملة هي مليونين ومئتين الف دولار للشركة تقوم بهذه المهمة الشركة مفروض بعد بداية عمله يعني بعد ثلاثين يوم على بدء عمله وين بدء عمله من بعد ما تاخد كل المعلومات اللي بدايها من المصادر اللي بدايهم ببلش عمله بعد ثلاثين يوم بتقبض اربعين بالمية من قيمة العقد يعني اكتر من تمانمائة الف دولار بس بعد ثلاثين يوم من ما تاخد هالمستندات وتبلش عمله ترجع بعد خمس تشهر عفوا بعد خمس اسابيع فيش خمس تشهر خمس اسابيع على بدء عمله تقبض ثلاثين بالمية وعن نهاية عمله تقبض ثلاثين بالمية اللي صار لليوم انه الحكومة اللي بن نيبع مش دافعتهم ولا ليرة مش دافعتهم اول مبلغ الاربعين بالمية على ثلاثين يوم من بدء عمله لانه فعليا طلبه المستندات زودوا بجزء منه لم يزودوا بجزء تاني منه وكان الاتجاه رايح انه بالجزء اللي مزود لاننا لحنا ما بنقدر نزاول مهامنا اذا فلوا بلا ما يقبضوا اربعين بالمية على القليل من قيمة العقد اثنان فلوا بلا ما يقبضوا حتى مية وخمسين الف دولار اللي هي بيحقلهم فيها وعند مزاولاتهم عملهم حتى لو ما تقدموا بالتقرير الاولى وايضا في عندهم فوقهم ميتان وعشرين الف دولار مصاريف بيقدروا يقبضوا مفيش منه مستغرب لانه هذه الشركة مفروض جاي تشتغل تطلع مصاري اذا كانت الدولة اللبنانية عم تقلهم عطونا ثلاثة شهر اضافيين وراح نأمل لكم كل المستندات بقوانين وغيره الحكومة كانت عم تشتغل على قانون القوات اللبنانية كانوا بدون يقدموا قانون وفي غيرهم ايضا كانوا عم يشتغلوا على قوانين ما نتروا شي وبعد اسبوعين من موافقتهم على ثلاثة شهر تمديد لا ينزوا عملهم من بعد ايميل انه بطل بدنا كتير مستغربة هلا حطوها بالاطار اللي منعرفه عن البلد وصراعاته حطوها بالاطار انه صار في ناس تهاجم وزيرة العدل كيف عم تقول انه على المصرف المركزي يلتزم باعطاء المعلومات للشركة لانه هادي الدولة اللبنانية عم تشتغل تقول نحنا مخولينها مش عم نبعث عليك حدا غريب ولا شركة خاصة واتكلوا على اجتهادات قضائي قانوني بالاحرى كرمال حث مصرف المركزي انه اقدم حساباتك من شو عاتلان هام اذا منعك عامل شي من شو عاتلان هام اضافة لها الشي بلش يصير فيه صراعات على القوانين اللي بدا تتقدم للمجلس النيابي لرفع السرية عن الحسابات المطلوبة لها الشركة تحديدا قبل مبارح كنا عم نسمع فيها وصار في ناس كمان تقوص على هذا الموضوع ويقدم اكتلاحات تاني على الطريقة اللبنانية بوقت ما فيك انت تعارض شي لانه شعبيا بده يؤذيك بتغرقوا اما بتهاجموا باطار حرصك الاضافة من الاطار الحرص الاضافة هو الحملات الاعلامية اللي واكبت هالحملات ل المزايدات متل واحد عم بيكبر الحجر لدرجة يوقع فيك ويقتلك يعني انه نحنا شوية الشركة جاية تعمل نحنا ليش ما بيبلشوا بالوزارات ليش ما ببلشوا بالسناديق ليش ما ببلشوا ما بعرف وين انا هذا الشي ما بفهمه اول شي فيك تقول لازم يعني عمل تضيق جنائي بالوزارات والسناديق اكيد بس ليش بدي واقف التضقيق على مصرف لبنان تعمل هوليك شو الفكرة واضح كان باطار كمان الحملة اللي هي ضد هدا الشي فيها نرجع قبل فيها نرجع وقتها طلعوا بالفكرة الاساسية ضمن خطة لازار والضغط اللي كان صايري سيت دقيق جنائي اجوا باسم شركة كرول وقز بطريقة التفافية طويلة عريضة بتطلع قال انه كرول عامل مؤتمرات باسرائيل وعنده شغل باسرائيل وهدا الشي نحنا ما بنقبله ومن الشي بلش اعلامه تاني نهار بمجلس وزراء قامت لقيامه عليها عالما انه بالاعلام كل يوم في قضية وما حدا بيرد عليهم بشي وتغيرت من كرول لالفاريس مارسل تحت الضغط انه خيب هيا عنده باسرائيل نبشه ع غيره ما بتنهي الموضوع لفه وداره جابه الفاريس اد مارسل اللي عنده واحده من الهاد كورترس طبعه باسرائيل عادي قطعت يعني محاولة الالتفاف على التديق الجنائي من اول يوم مبلش وهيدا اللي صار فيها اخر شغلي انه انه ممثلي الشركي اجوا اول مرة با 24 الاول على لبنان ورجعوا اجوا بتشرين التاني على لبنان اذا مزاولتهم لعملهم واقترابهم من مهلة 30 يوم ليقبضوا اول 40% خاصة انه القوانين عم تنحط على المسار لا تنقر وخاصة انه هنو قبلوا بهذا المسار اذا فيه واحد بكل بساطة يوصل لخلاصة انه صار فيه ضغط من مكان ما داخلي اكيد معروفين مين القوى ومين النواب ومين الكتل النيابيه ومين المصالح الماليه الكبرى بالبرد لانه ما تفتحوا لنا هالباب نقع كلنا سوا من الدركب واذا لاحق ومفتح هون تعاين فتحوا بقية القصص من الدركب اكتر بعد كلنا سوا هيدا الضغط الداخلي ما بيكفي اذا تم على الارح هاك دعم من شي مكان ما انه شو بدكم هالشهر للشركي لفجأة من دوم تحكي مع حدا تطلع على الارار ومعلومه اضافيه من الصبح اوساط بوزارة المال عم تجرب تتصل بالمعنيين بالشركي وما حدا عم بيرد مفروض تكون علاقه احترافيه ببدأك بالعمل وبفسخك للعقد وانتهاء العمل في علاقه احترافيه يمكن في حقوق بده يصير في خلاف عليا ونزاع عليا خاصة ان الدولي بعد ما دفعتهم شي مش ضرور يكون حقهم يقبضوا شي بس اكيد انه يطلبوا اختفت الشركي اذا هذا هو المسار اللي واضح في جهات داخلية للحفاظ على المصالح الحاكمة واللي تخترق كل الاحزاب حتى الاحزاب اللي بدهم تدقيق واللي طالبوا بالتدقيق راجعوا الخلافات الداخلية اللي صارت بيناتهم بين بعض مين كان عم يفتح حملة عمين تتوصل لهم بين ماري كلود نجم وبان لجنة المال وبان بقية الاحزاب وبان القوات والتيار على الخلاف على القانون في شي بيصير ضمن الاطار المزايدات الطبيعية كل واحد بده يعمل انجاز لحاله في شي تاني بيتخطاه واستدعى تدخل من رئيس الجمهورية ويجمع بين الوزيرة وابراهيم كنعان على كل حال هيدا المحل اللي وصلنا له بالاخر هل هي اخر الدنيا لا لا انا اصلا تاني رأيي ودعم حطيته في فيديوهات سابقة انه اصلا تدقيق الجنائية منه لا اول ولا اخر الدنيا تدقيق الجنائية ما بده شركة اجنبية اللي نبلش فيه فيها نعمله بشركات داخلية وخلي مفوض الحكومة يعمل شغله المعينة حديثا كريستال واكيم اللي هي برتبة مدير عام ومع موظف بعيونه ومع اداره خليني اقلكن شو اسمه كمان مفروض تسعاده اللي هي شغلتها السهر على تطبيق القانون اللي عم بقرب انون النقد والتسليف المادة 42 شغلتها مراقبة المصري في المركزة بعيونها موظف وبعيونها تشمل مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي على دائرة ابحاث الشؤون المتعلقة بالنقد والتسليف شغلت مفوض الحكومي يسهر على تطبيق كل انون النقد والتسليف وبالمادة 44 لنختم للمفوض ولمساعده هذا الموظف بساعده حق الاطلاع على جميع سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية باستثناء حسابات وملفات الغير الذين تحميهم سرية المصارف المنشأة بقانون 3 ايلول سنة ال56 اللي هون فيها نحكي عن حسابات الغير حسابات الاشخاص الغير وبدي واحد يعطيها كمان تفسير اوضع بعض حسابات الغير مين بتشمل بالسرية المصرفية ولكن اللي فيها تطلع عليه سجلات المصرف المركزي ومستنداته الحسابية وهما يدقيقان في صندوق المصرف المركزي وموجوداته وموجوداته من الذهب اللي ربكم عليم شوفي عنا وشو ما عنا وقداش بامريكا وقداش بلبنان ناس بيقولوا انه تلتان الذهب هن بفورت نوكس بامريكا بترد اوساط مقربة من المصرف المركزي انه لا تلتانهم يحنى بلبنان ديلويت المشرفة على تدقيق بحسابات المصرف المركزي بيعقد معه معمول تدقيق محاسبة وتتوصل لموضوع الدهب بتقول لم نتمكن من معاونة الدهب اذا المفوض الحكومي بيقدر يعمل هذا الشغل كله الجدي بده يروح بالمعركة الاخر بده يعمل تدقيق جنائه بعد كل بواب مشرعه وفي موظف ما عنده شغله غير يعمل هذا الشغل وبيقبض معه ومعه معاونة كافية يروحوا ويعملوا شغله اشتركوا في القناة